أزمة مشتقات جديدة مفتعلة تشهدها العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحثي عادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذ يومين نتيجة ظهور مفاجئ لأزمة جديدة للمشتقات وبحجة سيطرة على الأزمة أعلنت شركة النفط التابعة للحثيين عن تطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية لطالبي التموين بالمشتقات الحثيون اتهموا الحكومة والتحالف بالتسبب في الأزمة وهو ما درجت عليه الميليشيا الإنقلابية مع كل أزمة مشابهة المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية نفى لاتهامات الحثية وقال إنه لا يوجد أي تدخل أو إجراءات من الحكومة والتحالف للسماح أو منع دخول شحنات الوقود أو الغذاء إلى ميناء الحديدة وإن الشحنات تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وأرجع في بيان أصدره سبب التوقف الحاصل إلى بلوغ عدد السفن المتوقفة في الميناء وفي الغاطس أكثر من الحد الأعلى المسموح به وفقا لمعايير الأمن والسلامة البحرية موضحا أن سفن الوقود تخضع للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن مراقبون قالوا إن الحوثيين اعتادوا اصطناعة مثل هذه الأزمات لتشتيت الرأي العام عما تقوم به الجماعة السلالية من سياسات الجباية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم